بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر أهلا وسهلا بحضراتكم وتكلمنا عن البزور الهوجن الافون والبزور العادية تمام وقلنا الفرق بين دي ايه وبين دهيا ايه تمام طيب أنا النهاردة لو أخدت يا جماعة البزور الافون دهية السؤال بقى لو أخدت البزور الافون دهية وزرعتها وليكن نباتة طماطم مثلا تمام خدت زراعة الطماطم وفي آخر المحصول كده سيبتيلي شجرتين طماطم في الآخر طلعوا لي عشرة كيلو طماطم بسيبها لحد ما تستوي خالص لحد ما تستوي خالص تمام وباخد السمار بتاعتها دي على مطفى أو على غربال أو على أي حاجة وببدأ أستخلص منها البزور دهية باستخلص منها البزور دهية بطريقة أو بأخرى تمام وبياخدوا البزور دهية تمام وبيحفظها للسنة اللي بعدها بحطوها يعني شفت الفلاحين أنا في الصعيد بحطها في كابريت الزراعة عشان ما فيش حشلاته بيقفلوا عليها بحيث تتحفظ لتاني السنة تمام وبيبدأ يا جماعة يجيبها وبحضنها في المشتل وبتطلع من حيث الإنبات تركز معايا الله يهديك من حيث الإنبات بتطلع ولا أروع حاجة عشرة على عشرة مية مية ما فيش بزرة كاملة الأركان مكتملة تمام بتطلع الإنبات بتاعها مية المية النمو الخضر بتاعها عشرة على عشرة كل شيء بيطلع فيها مية مية ما عدا ما عدا ما عدا وركز في دي لا يمكن شوف أنا بقولك إيه لا يمكن الطعم تمام تمام بس لا يمكن عدد الصمر يكون زي الأم لا يمكن حجم الصمرة يكون زي الأم لا يمكن مقاومة الصنف للأمراض تيبقى زي الأم اللي هو الإفوان دي أتحدى فيها العالم كله ده صنع الله الذي أتقن كل شيء تمام لا يمكن بأي حل من الأحوال دي هيبقى زي الإفوان ده ما خلصين منه تمام إنباتك هيطلع عشرة على عشرة مو خضرة انت بتسمي التسميت كوي سيطلع ولا أروع تمام تمام الدنيا مية مية معاك بس لا يمكن الإنتاج يبقى زي الأم يا جماعة تمام لا يمكن الحجم لازم يقل له عن تجارب شخصية مني الحجم هتلاقيه قليل مقاومة النبات للأمراض لازم تلاقيه قليل ليه قليل حصل يا جماعة حصل انعزلات ورسية أنا كنت حطت الجين ده هو الجين ده هو الجين ده هو الجين ده هو تمام ابتدى لما بزرع تاني ابتدت يحصل الجين ده راح ابتدى يقل شوية لو أخدت منه وزرعت تاني برضو الدنيا هتبقى أسوأ من الأولين زي ما يكون إيه يا جماعة عزاكم الله اتنين ولادة عامة بيتجوزوا وفي العيلة دايما عشان كده دايما يقولك تباعد في الأنساب تباعد ابعد انت تجوز من العيلة دي هو تتجوز في العيلة دي وهكذا وربنا شرع كده ليه انت لو عندك المرض في العيلة بنسبة اتنين وثلاثة في المية انت في نسبة اتنين أو ثلاثة في المية أو خمسة في المية وزوجتك عندها خمسة في المية وهي بنت عمك ومن نفس العيلة ممكن الجنين اللي يجي يحمل جين وراسي أكتر منكم الاتنين اللي يكون فيه بعشرة في المية تمام فعشان كده دايما بنباعد عشان الأمراض يا جماعة تمام بنباعد عشان اللي جاي بقى أقوى ويبقى قوي تمام أما عيلة اتنين أولاد عام متجوزوا خلفوا وأخوهم متجوزوا بالتعاموا جينا خدنا ابن أخوه وبنته هو وجوزناهم لبعض إيه اللي هيحصل هيحصل لو نسبة المرض في العيلة مثلا نسبة السكر إن السكر هتدوس تلاقي زاد في الجيل اللي بعدهم هتدوس تلاقي زاد أكتر في الجيل اللي بعدهم هتلاقي زاد أكتر وهكذا جماعة قص على زالك كتير بقى عشان كده زي ما قلت لك الإسلام أوصى بالأنزاء فأنت لما أنا لقيت لقيت فيديو بتكلم شاب على فيديو كده وطبعا لقيت معارضة بسم الله ما شاء الله مع إنه محدش بشوف ولا بركز في الكلام تمام شاب كاتب بقول لك ازرع الطماطم بتاعتك من التلاجة والستات نازلين ما شاء الله عليه نازلين العنوان من برا صادما لا دعنا نزرع طماطم من التلاجة يلا بينا نزرع طماطم يلا بينا نزرع طماطم تمام فالمهم بيجيب الطماطم وخرطها كده طرنشاط وبحطها يعني حاملة للبزور تمام وبحطها طبق التراب وفوق طبق التراب في قصيص وبيروا بعد شهر بعد غير وبعد خمسطاش يدوم تطلع على الطماطم أوكي ما فيش أي مشكلة خالص طب أنا تكلمت يا جماعة ده عبس ده عبس بالعلم إزاي تقنع الناس بكده انت عايز نسبة مشاهدات ولا إله إلا الله يعني انت ما بتكمل الفيديو للآخر شوف تلاقي هجوم انت بتأثر مقادي في الناس وانت بتعمل وانت بتخلي وتلاقي معارضة ما حصلتش وما انتقش لأ انتقده بأشد العبارات شوفت أنا بقولك إيه لأن أنا لما يكون عندك دين كنتك بينتقد في حد يقدر تكلم أي قرآنية مش مظبوطة حتى لو قدام قاعدة لعادي هتبص تلاقي مليون واحد رد عليه تمام ده علم وربنا جعل العلوم دي يتعلم الدين وعلم الزراع وعلم الطب وعلم الهندسة عشان يحفظ الحياة على الكون دي ما روحش ألاقي دكتور مثلا يقوم شرط بطن مريد ويقولك لا العلم لا هتلاقي مليون واحد يقوله انت عملت ده غلط وده صح وده شرع يا جماعة ما تروحش انت تهبل في المتابة يقولك بلاش تقول كده لا أنا هقول كده لأن ده علم مختص على فكرة علم الوراثة ده اللي أسسه مندل العالم مندل كنا بندرس زمان أجرب التجارب بتاعته على نبات البزيلاء وبياخد من هنا واحدة هنا هنا خضرة وشعرها أصفر وبياخد من هنا واحد هنا شعر طويل شوية ويضربهم لبعض عشان يجيبوا عاي هي نفس القصة ما انت فاكر ايه ما أنا طلع ماشي فيديو مركب في أسانسور الفوند فلقيت واحدة ما شاء الله جميلة جدا يعني ومعها عاي الصغير كده أسمر خالص فاتخضيت اللي بيحصل ده جدعان فقال لك لا مهول دلوقت بقوا عادي يعني الجواز عندهم ما عادش فيه عنصرية في أمريكا وبقوا السودي جوزوا مربيد والعكس الصحيح يعني فأياما جين ورصي غلب بتاع الأم بييجي الولد شبه الأم جين الورصي بتاع الأب غلب بيجي جين الورصي بتاع الأب الأب أسود هيجي الولد أسود وهكذا يعني المهم علم التهجين ده قصة طويلة ولكن اللي احنا عايزين نوصله إن لا يمكن زي الأخ برضو اللي زارع ده وبقولها تاني لا يمكن يبقى الجلي التاني زي الجلي الأول الـ F1 ده لا يمكن بأي حل من الأحوال ما تتعبش نفسك تمام مقاومة للأمراض zero ما فيش خالص إن فيها أصناف ها فيه مقاومة للأمراض مقاومة للزبابة البيضة مقاومة للبيض الدقيق مقاومة للبيض الزقبي فيه أساسا عندك الخيار كل موسم ليه حاجة معينة ربيعي وصيفي وخريفي وكل ده تماطم هكذا برضو إيه اللي بيتحكم في القصة دي الجين الوراثي قوة الهاجين أساسا اللي موجودة إن ده هتحتحمل برودة شوي قادة هيتحمل درجة الحرارة ده العقد بتاعه هيكون في درجة الحرارة كويسة زي 023 زي 1027 وهيقص على ذلك تعال على صنف بتزرع في شهر عشرة في مصر يجي الـ 09 والـ 010 والمعرفتش السوبر رد بتاع زمان وهتلاقي المروة وتلاقي الـ 0-0-6 بتاع أجريمات وهكذا يعني فهمني في القصة اللي ما ننساش برضو السبعة ستة خانسة برضو بتاع شيتوي ينفع نزرع وفص المفاعش مين اللي عمل القصة دي التهجين يا جماعة ايه التهجين عشان ما تقوليش بس أنا أخد بزور وازرع من تاني وعلى فكرة معلومة بقولها بالله عليك ولازم تاخد بالك منها انت عارف لما بتاع المشتل بيغشك بيغشك في ايه بيغشك في النهو بيأخد بيجي على صنف مثلا زي الـ 1077 ده لا بلاش الـ 1077 بيجي صنف مثلا زي صنف غالي جدا صنف طماطم غالي جدا بيأخد البزور بتاعته وتاني سنة بتبص تلاقي عمل له منها كيلو بزور تمام ولما بيعمل كيلو بزور بيقوم جايب مثلا كل صنية بيضرب فيها 10-15 شخش تلاقي الصينية عندك فيها كام فيها 209 عين مثلا تمام بيضرب هو ايه حوالي 20 عين فيها 10% يبقى كسب ولا ما كسبش كسب فيه 20 شاتلة متوزعين في الصينية هتيجي تلاقي الدولية تمام بس هتيجي تزرع لا الانتاج بتاع دي دي ما بتطلحز في الحق لليه لانهم 1000-2000 في وسط مثلا 10 فدان 20 فدان هتلاقيهم حاطت لك 2500 شتلايف وسط 20-2000 متلاقيهم مش ظهرين ولكن في الانتاج طبعا متلاقيهم قليلين على فكرة ولو خدت عملت بصمة ورسية دا وبصمة ورسية دي هتلاقيهم زي بعض ليه لان اصلا هم واحد بس المشكلة ان هو ايه ان الراجل غشك بان هو خد البزور دي وابتدى يحطها في قلب البزور التانية تمام واحد يقول يلقحوا بعض لا ما يلقحوا بعض الطماطم لان الطماطم ذاتية التلقية طبعا القصة دي كبيرة جدا انا قلت فيها اللي نقدر عليه لانها طبعا بتاعت متخصصين كبار والناس اللي هم بتوع البريدنج او التربية دول يعني ما شاء الله عبقرة يعني وهم الشغرين في القصة دي على فكرة حاجة بقولها لك ان طبعا زي ما قلت في الفيديو اللي فات شركات اللي بتعمل القصة دي طبعا بيبقى ميزانياتهم ضخمة جدا افضل من تالت ميزانيات دول اوروبية يعني دول افريقية تمام فالناس دي يعني شطرة جدا وانتوا عارفين انه هولندا طبعا دولة اصاصا يعني كلها مسحية تقد ايه مفيش حاجة يعني قدوا محافظة من مصر ومع ذلك بتحتكر سوء الهجن بتحتكر سوء الهجن في الطماطم وفي الفلفل وانزازات منكم ببعيد يعني حياكم الله جميعا ولازم تفهم ان فيه فرق بين الهجن الافوان وبين البزور العادية وان الافوان لو زرعتها هتديك كل حاجة ما عدا الانتاجية مش هتبقى مصبوطة الامراض عندك مقومتها الامراض صفر الحال مش هيبقى مصبوط معك خالص وانت الخاسر في القصة دهيت انا اكتر حاجة ودي اقولها يعني ان ياريت 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 ما تشتريوش بزور وان احنا ناخد من البزور اللي قابلي كده لا ولكن القصة بصراحة يعني كبيرة جدا واكبر من اني حد ان هو يقولك خدم البزور بتاعت السنة دي وازراحها في السنة الجاي وبالله عليك مش عايز عن ترياد تقولي ده انا زرعتها وكانت احسن من اللي قابلي بلاش كب ما تكذبش ما تكذبش عشان انا شايفك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر